حدثنا ابو سعيد مولى بن هاشمين وحسن قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان قال حسن في حديثه حدثنا زبان ابن فائد عن سهل ابن معاذ عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تخطى المسلمين يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال وحدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا زبان ابن فائد الحبراني عن سهل ابن معاذي ابن انس الجهاني عن ابيه معاذي ابن انس الجهاني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة فقال عمر بن الخطاب اذا استكثر يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكثر واطيب حسن حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثني رشدين ابن سعد عن زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ المقال من قرأ الف آية في سبيل الله تبارك وتعالى كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان وحدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من حرسى من وراء المسلمين في سبيل الله تبارك وتعالى متطوعا لا يأخذه سلطان لم يرى النار بعينيه الا تحلة القسم فان الله تبارك وتعالى يقول هو ان منكم الا واريدها حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال وحدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين عن زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجلا سأله فقال اي الجهاد اعظم اجرا قال اكثر مقالا انه الذكر في سبيل الله تعالى يضعف فوق النفقة بسبعمائة ضعف قال يحيى في حديثه بسبعمائة الف ضعف حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجلا سأله فقال اي الجهاد اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصائمين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله تعالى عنه يا ابا حفص ذهب الذاكرنا بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال حق على من قام على مجلس ان يصلم عليهم وحق على من قام من مجلس ان يصلم فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يصلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسرع ما نسي حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من بنى بنيانا من غير ظلمين ولا اعتداء او غرس غرسا في غير ظلمين ولا اعتداء كان له اجر جار ما ان توفع به من خلق الله تبارك وتعالى حسن حدثنا ابن لهيعة عن زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اعطى لله تعالى ومنع لله تعالى واحب لله تعالى وابغض لله تعالى وانكح لله تعالى فقد استكمل ايمانه حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ ابن انس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الفضائل ان تصل من قطعك وتعطي من منعك وتصفح عمن شتمك حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ان كذا ما غيظه وهو يقدر على ان ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حور العين ايتهن شاء ومن ترك ان يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقولوا حسن حدثنا ابن لهيعة عن زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع اصابعه بمنزلة واحدة حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان حدثنا سهل عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه بالغزو وان رجلا تخلف وقال لأهله اتخلف حتى اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم اصلي مع عليه واودعه فيدعو لي بدعوة تكون شافعة يوم القيامة فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الرجل مصلما عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدري بكم سبقك اصحابك قال نعم سبقوني بغدوتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سبقوك بابعد ما بين المشرقين والمغربين في الفضيلة حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قعد في مصلاه حين يصلي الصبح حتى يسبح الضحى لا يقول الا خيرا غفرت له خطاياه وان كانت اكثر من زبد البحر حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان ابن فائد عن سهل عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا اخبركم لما سمى الله تبارك وتعالى ابراهيم خليله الذي وفى لي انه كان يقول كل ما اصبح وامسف سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون حتى يختم الاية حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا نفر الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الى اخر السورة حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ اول سورة الكهف واخرها كانت له نورا من قدمه الى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء الى الارض حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان حدثنا سهل عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو الى الفلاح ولا يجيبه حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال الامة على الشريعة ما لم يظهر فيها ثلاث ما لم يقبض العلم منهم ويكثر فيهم ولد الحنث ويظهر فيهم الصقارون قال وما الصقارون او الصقلون يا رسول الله قال بشر يكون في اخر الزمان تحيتهم بينهم اتلاعن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مر على قومين وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسية لاحاديثكم في الطرق والاسواق فربما مركوبة خير من راكبها واكثر ذكرا لله تبارك وتعالى منه حسن ابو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال اخبران ابو مرحومين عبد الرحيم بن ميموء عن سهل ابن معاذ بن انس الجهاني عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب حسن ابو عبد الرحمن حدثنا سعيد قال حدثني ابو مرحومين عبد الرحيم بن ميموء عن سهل ابن معاذ بن انس الجهاني عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى لدعاه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الامان ايها شيئا حدثنا ابو عبد الرحمن حدثنا سعيد قال حدثني ابو مرحومين عن سهل ابن معاذ بن انس الجهاني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن زبان عن سهل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة اتته فقالت يا رسول الله انطلق زوجي غازيا وكنت اقتدي بصلاته اذا صلى وبفعله كله فاخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع فقال لها اتستطيعين ان تقوم ولا تقعد وتصوم ولا تفطري وتذكري الله تبارك وتعالى ولا تفطري حتى يرجع قالت ما اتيق هذا يا رسول الله فقال والذي نفسي بيده لو توقته ما بلغت العشرة من عمله حتى يرجع حان يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن زبان عن سهل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الاية كلها حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن زبان عن سهل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده حدثنا رشدين عن زبان عن سهل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان لله تبارك وتعالى عبادا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظروا اليهم قيل له من اولئك يا رسول الله قال متبر من والديه راغب عنهما ومتبر من ولديه ورجل انعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد حدثنا ابو مرحومين عن سهل ابن معاذ عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحوار شاء حدثنا عبد الله بن يزيد بحفظه قال حدثني سعيد بن ابي ايوب ابو يحيق قال حدثني ابو مرحومين عبد الرحيم بن ميموء عن سهل ابن معاذ الجهاني عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطى لله تعالى ومنع لله واحب لله وابغض لله وانكح لله فقد استكمل ايمانه حثنا حجاج اخبرنا ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابن معاذ بن انس عن ابيه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسية حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني زبان بن فائد عن ابن معاذ بن انس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابن معاذ بن انس عن ابيه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسية حسنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كان صائما عاد مريضا وشهد جنازة غفر له من بأس الا ان يحدث من بعد حسنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لان اشيع مجاهدا في سبيل الله فاكفه على راحللة غدوة او روحة احب الي من الدنيا وما فيها حسنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابنه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان السالم من سلم الناس من يده ولسانه حسنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابنه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة ومن قرأ القرآن فأكمله وعاملا بما فيه ألبس وليده يوم القيامة تاجا هو أحسن من ضوء الشمس في بيوت من بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل به حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قومين وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسية لأحاديثكم في الطرق والأسواق فربما ركوبة خير من راكبها هي أكثر ذكرا لله تعالى منه حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة عن خير ابن نعيمين الحضرمي عن سهل ابن معاذي ابن أنس الجهاني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفضل الذكر على النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى بسبعمائة ألف ضعف حثنا الحكم بن نافعا حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيدي بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل ابن معاذ الجهاني عن أبيه قال نزلنا على حصن سناء بأرض الرومي مع عبد الله بن عبد الملك فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريقة فقال معاذ أيها الناس إن غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس الطريقة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فناد من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له حثنا أحمد بن الحجاج ويعمر بن بشر قال أحمد أخبرنا عبد الله وقال يعمر حدثنا عبد الله قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان أن إسماعيل بن يحيى المعافرية أخبره عن سهل ابن معاذ بن أنس الجهاني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله تبارك وتعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن بغى مؤمنا بشيء يريد به شينه حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال حسنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا الدواب كراسية فربما ركوبة عليها هي أكثر ذكرا لله تعالى من راكبها ترجمة نانسي قنقر